في الوقت صدر بيان عن الهيئة العامة للاستعلامات بتقول الهيئة العامة متابعة الإعلام الأجنبي للانتخابات تؤكد انتظامها ولا ملاحظات سلبية أعلن ديوء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بيان أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية التي بدأت اليوم من ثلاثة أيام محددة للتصويت وأوضح البيان أن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية التي تتابع الهيئة أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة والوحذة وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر وأضاف رشوان أن هذه التقارير أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد وهي البالغ عددها 11.631 لجنة بداخل 9.376 مركزا انتخابيا وذكر أنه يشارك في تغطية هذه الانتخابات 528 مراسل صحفي لوسائل أجنبية 528 ده رقم 528 مراسل صحفي أجنبي لوسائل إعلام أجنبية قد لا يكون أجنبي يعني مراسل صحفي لوسائل إعلام أجنبية من بينهم 426 مراسلا مقيما و102 زائر لتغطية الانتخابات ويمثل كل هؤلاء 110 مؤسسة إعلامية من صحف ومجلات وقالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تليفزونية وينتمون لعدد 33 دولة من كل قارات العالم يعني إحنا عندنا ضيوف النهاردة أقول تاني 528 مراسل صحف لوسائل إعلام أجنبية بينهم 426 مراسل مقيم و102 زائر لتغطية الانتخابات ويمثل كل هؤلاء 110 مؤسسة إعلامية من صحف ومجلات ووكلات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تليفزيونية ينتمون لعدد 33 دولة من كل قارات العالم ما فيش أعظم من كده الحقيقة وأبرز رشوان أنه تسهيلا من نهاية الاستعلامات لتغطية المراسلين الأجانب الانتخابات في كل محافظات الجمهورية فقد نظمت للراغبين منهم رحلة لمتابعتها في محافظة شمال سيناء عظيم رائع يعني بص إحنا رايحين لحد لحد العريش ورفع عظيم ورائع يبقى أنت حضرتك يعني عايزة أقول لك حاجة أنا والله افتكرت دلوقتي التغطية بتاعتنا لما كنا بنروح أمريكا ولا بنروح فرنسا ولا حد بيعمل لنا ربع اللي بتعمل ده بس ماشي لو حد من الصحفين الأجانب عايز يرائب ويتابع الانتخابات في المحافظات الحدودية خاصة شمال سيناء هيئة الاستعلامات نظمت رحلة لمتابعة هؤلاء المرسلين وهي قالت أنه بتضم 24 مرسلين وسيلة 18 وسيلة إعلامية أجنبية قد غطى هؤلاء المرسلون الاقتراع في عدد من لجان العريش والشيخ زويد وبيل العبد دول راح وفعلا فضلا عن تفقدهم من الأوضاع الرهنة في معبر رفع ده دي برضو الشهية الصحفية خدتهم بعد ما رأبوا العملية الانتخابية وأوضح رشوان أن غرفة المتابعة المركزية بالهيئة العامة الاستعلامات والمتصلة بشبكة مكاتبها المنتشر على مستوى الجمهورية لم تتلقى منذ فتح اللي جان سوى أربع ملاحظات من مرسلين أجانب تتعلق بالتصوير داخل بعض لجان الاقتراع وقد تم حلها جميعا طبعا هنا ده منطق يا جماعة ليه؟ أنت لازم تستأذن القاضي قبل ما تصور فالمراسل الصحفي عايز يدخل يصور الناس وهي بتحط الورعة في الصندوق لأن دي الصورة المعتمدة يعني دوليا كده أو يعني جرى العرف على أنها صورة الانتخابات فهنا أنا لازم أستأذن القاضي وطلع له الكرنيه وأقول له أنا مين؟ ما هي مش سايبة فبنشوف ده أمر يحصل وقال حصلت أربع مرات ولخص رئيس الهيئة العامة الاستعلامات تناول وسائل الإعلام العالمية الانتخابات الرئاسية حتى الساعة 2 يوم الأحد عشر ناشر على النحو الآتر واحد لوحز اهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولية الكبرى والأكثر انتشارا حيث نشرت جميعها تقاريرا عن بدء التصويت في الانتخابات مع بعض معلومات عن التنافس والمتنافسي اتنين كان التناول موضوعيا في مجمله ويركز على وصف ما يجري داخل مص وحول اللجان ما يجري بداخل وحول اللجان ثلاثة لم يتم نشر أي تعليق أو خبر أو أي تناول سلبي بشأن أجواء أو إجراءات العملية الانتخابية أو نزاهتها أو تدخل لأي من سلطات الدولة وجهاتها فيها أو التأثير على الناخبين أربعة لم يرد أي ذكر بشأن أي تضييق على المراقبين أو الإعلاميين أو حريات المرشحين ومن دوبيهم ده البيان اللي صدر عن الهيئة العامة للاستعلمات زي ما قلت لحضراتكم كل الدولة المصرية تعمل كل الدولة المصرية كل فيه خندقه لأن احنا كمان علينا دور بنقديه ودور بنقوم به في كل النواحي الإجرائية القانونية الإعلامية الأمنية الصحية كل ده أكيد وزارة الصحة عندها خطة كبيرة جدا قامت بيها خلال التلتة أيام وهتقوم بيها خلال التلتة أيام عشان متبعد لقدر الله حصل أي نوع من أنواع المشاكل الصحية لأي من الناخبين أو في أي من هذه التجمعات قوات الشرطة موجودة خارج اللجان لتأمين العملية الانتخابية لقدر الله حد يستغل المشهد في أي شيء أو أي حاجة فقوات الشرطة موجودة فقط للتأمين من الخارج الإعلام زي ما حراركم شايفين بيغطي من كافة أنحاء الجمهورية كل هذا المشهد لا يكتمل إلا عندما تذهب سيادتك إلى صندوق الانتخابات وتدلي بصوته ترجمة نانسي قنقر